بيبدأ الفيلم ببنت اسمها ديبي وهي قاعدة بتلعب مع صاحبتها لين لعبة اسمها ويجا واللعبة ديت عبارة عن لوح خشبي في حروف واركام وفي خشبة صغيرة على شكل سام بيحركها اتنين لعبين وبيبدأوا يسألوا لعبة ويجا عن اي حاجة وساعتها اللعبة بتجاوبهم فورا عن طريق ان السام بيتحرك لوحده ناحية الحروف فبتتكلم ديبي مع صاحبتها لين وبتعرفها ان فيه شائعات بتقول ان ويجا لعبة خارقة للطبيعة وان الجن هم اللي صنعوها وبيتحكموا فيها عشان يستدرجوا البشر ولو حد بص في العدسة بتاعت السام هيشوف الجن اللي حواليهم فبتاخد لين السام وبتبص في العدسة عشان تتأكد من كلامها وفجأة بتشوف قدامها خيال اسود وبتترعب ولكن بتطلع اختها الصغيرة سارة وبتسألهم انت بتعملوا ايه بالزبط وبعد 12 سنة بتكبر ديبي وهي لسه بتلعب لعبة ويجا لوحدها وبتفضل تسألها اسئلة كتير عن حياتها وبعد ما بتخلص اللعبة بترميها في النار لانها حاسة ان كل الشائعات اللي بتتكلم عن اللعبة دي حقيقية وساعتها بتتصل بيها صاحبتها لين وبتعرفة انها مستنيها قدام البيت عشان يخرجوا مع بعض زي ما اتفقوا فبتخرج دي بتتكلم معاها وبتقولها انها مش هتقدر تخرج معاها النهاردة وبتعرفة انها حرقت لعبة ويجا اللي كانوا بيلعبوا بيها ومصغيرين لانها بدأت تحس كده ان في حاجات غريبة بتحصل فبتقول لها لين يا بنت دي مجرد لعبة مش اكتر وبعدها بتسابع وبتمشي ولما بتدخل ديبي للبيت بتتفاجئ ان لعبة ويجا على سريرها وما تحرقتش وبتلاقي السعم بتاعة تحت رجليها وبتبص في العدسة اللي فيه وفجأة عنيها بتبيض وكأن حد مسيطر عليها وبتمسك سلك نور وبتني حياتها وتاني يوم بتقعد لين مع حبيبها تريفر في مطعم وبتكون لسه مش عارفة ان صاحبتها ديبي ماتت واسناء ما كانت قاعدة بتلاقي رسالها على موبايل بتاعها من والدها وبيطلب منها ترجع للبيت فورا فبتحس ان فيه حاجة غلط وبترجع للبيت وهناك بتلاقي اهلها بيبلغوها بموت صاحبتها ديبي فبتتصدم وبتروح لعزة وهي مش مستوعبة اللي حصل وده لان ديبي ما كانتش بتمر بظروف سيئة ولا حاجة وبعدها بتروح لقود ديبي وبتيجي والدتها تديها كل حاجات ديبي لانها كانت اقرب صديقة ليها فبتاخد لين الحاجات وبترجع البيت تتفرج على فيديوهات ليها مع ديبي وبتكون مفتقدها وتاني يوم بتروح هي وحبيبها تريفر لبيت ديبي وده لان والدتها قررت خلاص انها هتبيع البيت وطلبت منها تاخد كل حاجات ديبي لانها مش عاوزاها واول ما بتدخل لين للبيت بتسمع صوت غريب جاي من قود ديبي فبتروح هناك وبتسمع الصوت جوه الدولاب وفجأة بتلاقي قدامها لعبة ويجا فبتاخدها وبتقول لتريفر انها كانت بتلعب اللعبة دي هي وديبي زمان وانهم كانوا فاكرينها مجرد لعبة مش اكتر ولكن مؤخرا سميت شائعات كتير بتتكلم عن لعبة ويجا وبيقولوا ان فيه جنب يتحكم فيها وبيجاوب على اسئلة اي حد بيلعبها وساعتها بتكرر لين تجمع صحابها وبتحاول تقنعهم يلعبوا معاها لعبة ويجا عشان تسألها عن سبب موت ديبي لانها مش مقتنعة ان ديبي بموتت نفسها بدون اي سبب فبيوافقوا يروحوا معاها وهما مش مصدقين ان اللعبة دي حقيقية وبتاخد معاها اخطاءة سارة وبيتجمعوا كلهم في بيت ديبي وهناك بتشرح لهم لين قواعد لعبة ويجا وبيحطوا قديهم على السهم وبيبدأوا يحركوا على الحروف والارقام اللي على لوحة اللعبة وبيبدأوا يسألوا اللعبة لو في جن موجود معاهم فبيتحرك السهم الوحده ناحية حروف كلمة ايوة في جن في البيت وبيرحب بوجودهم بكلمة اهلا يا صديقي فبتسألوا لين عن اسمه واذا كان جن طيب ولا شرير عشان لو جن شرير مش هتكمل اللعبة فبيتحرك السهم الوحده على حرف دي وبيتصدموا كلهم وبيكونوا فاكرين ان دا قرين صاحبتهم دبي وفجأة بيلقوا السهم بيتحرك مرة تانية على كلمة الوداع وساعتها بيطقطع نور في البيت وبيبدأوا يقلقوا ويخافوا فبيروح عشان يشوفوا كابنت الكهرباء وساعتها بيقف صاحبهم بيتر قدام المراية وبيحس ان في حاجة كده مش طبيعية في المكان وفجأة بيلاقي حاجة مخفية بتزقه وبتخبطه في المراية فبييجي صحابه يخضوه وبيمشوا من البيت قبل ما يحصل لهم حاجة وفي بيت لين بتشوف الخدامة لعبة ويجا وبتقول لين ان اللعبة دي خطيرة وبتنصحها انها تتخلص منها ولكن لين بتتجاهل كلامها وبتكون مصممة تحتفظ باللعبة لانها عاوزة تعرف سبب موت ديبي وفي نفس الوقت بيكون حبيبها تريفر في طريقه للبيت وبيدخل لنافق ظلمة وفجأة بيلاقي مكتوب على الحيطة اهلا يا صديقي ودي نفس الجملة اللي اتقالت وهم بيلعبوا ويجا وقتها بتكون صاحبته إزابيل رايحة تركب العربية بتاعتها وبتلاقي الإزاز محفور عليه نفس الجملة وفجأة بيظهر قدامها ايد غريبة بتمسح الكلمة وتختفي فبتترعب إزابيل وبتتصل على صاحبها بيتر وبتحكيله اللي حصل فبيتصدم من كلامها لانه هو كمان لقى الجملة دي محفورة على المكتب بتاعه وبالليل بتكون لين قعدة بتتفرج على فيديوهات في اليوتيوب وبتشوف بلوجر بيقول ان اللعبة ويجا دي مجرد لعبة عادية واسناء ما كانت قعدة بتسمع صوت باب البيت وبتروح هيئة واختها سارة عشان يشوفوا في ايه فبيلقوا الباب مفتوح وبيفتكروا ان والدهم رجع من الشغل لكنهم بيتفاجئوا ان الباب تقفل لوحده فبيترعبوا وبيجروا على قيضتهم وفجأة بيلقوا حد بيخبط عليهم وبيدخلوا يستخبوا في الدولاب وبعد شوية بيخرجوا ولكن ما بيلقوش اي حاجة وبيظهر على اللابتوب بتعالين جملة اهلا يا صديقي وبيتقفل اللاب لوحده وتاني يوم بتروح المدرسة هي وصحابها وبتحكي لهم اللي حصل وبتعرف انهم هم الاربعة ظهر لهم نفس الجملة وده معناه ان فعلا فيه جن بيسيطر على لعبة ويجة وبيفهموا ان عاوزهم يلعبوا ويجة ويتواصل معاهم فبيروحوا البيت ديبي وبيلعبوا اللعبة وبيطلبوا من الجن ان يديهم اي علامة يثبت لهم بيها انه موجود فبيحرك الكورس اللي قدامهم وبيبدأوا يترعبوا وبيبدأوا يسألوه اذا كانت ديبي فعلا هي اللي قانيت حياتها ولا لقا فبيحرك السهم على كلمة لقا وزاعتها بتمسك لين السهم وبتبص في العدسة اللي فيه وبتتفاجئ بجن على شكل بنت شكلها مرعب وبقها متخيط فبتترعب وبيقع السهم من ايديها وبيبدأ يتحرك لوحده مرة تانية وبيكون جملة اهربوا فورا ماما جاية وبيبانن الجن اللي على شكل بنت بيحذرهم من حاجة وبعدها بتبص سليم في العدسة وبتشوف جن على شكل الام بتجري ناحيتها وهي بتصرخ فيها فبتطلع لين تجري هي وصحابها وبيخرجوا من البيت ولما بترجع لبيتها بتتفرج على فيديو لصحبتها ديبي قبل ما تموت وهي بتلعب ويجا لوحدها وبتقول انها لقت اللعبة في سقف بيتها بعد ما اشتروا بشهرين فبتحس سليم ان في حاجة غريبة في البيت نفسه مش في اللعبة ديت وفي نفس الوقت بتكون صاحبتهم ايزابيل بتغسل سنانها في الحمام وفجأة بتلاقي بقها تخيط ويعنيها بتتحول لللون لبيض وبعدها بتترفع من على الارض وكأن في حد مسكها وبتقع على الارض وبتموت وتاني يوم بتعرف لين اللي حصل لصحبتها وبتروح تتكلم مع حبيبها تريفر وبيتهمها انها السبب في كل دوت وده لانها خلتهم يلعبوا اللعبة الملعونة دي من البداية وبعدها بتروح تتكلم مع صاحبها بيتر وبتقوله انهم لازم يعرفوا قصة الجن دا ويطردوه قبل ما يخلص عليهم أمه كمان فبيكتنع بيتر بكلامها وبيروح لبيت ديبي وبيبدأوا يدوروا في المكان اللي لقيت فيه اللعبة ويجا وإهناك بيلقوا صندوق في مجموعة صور لأم وبنتين وبتكون دي نفس الأم اللي الجن ظهر على شكلها فبيبحثوا عن تاريخ العلة دي اتعنت وبيعرفوا انهم كانوا صحاب البيت من ستين سنة وفي يوم البنت الكبيرة اللي اسمها دوريس اختفت من البيت في ظروف غنضة وساعتها الشرطة شكوا ان امها كده هي اللي خلصت عليها وبعد فترة اختها الصغيرة بولينا قررت تنتقم لها وخلصت على الأم والشرطة دخلوها مستشفى الأمراض النفسية فبتروح ليني بمصاحة عشان تقابل بولينا وبتحكي لها على الكل اللي حصل لهم فبتقول لها بولينا ان والدتها كانت بتمارس تقوص سحرة في البيت وانها عملت تعويزة خلت اللعبة ديه للتواصل بين الجن والشياطين وبعد سنة قررت انها تخلص على دوريس البنت الكبيرة عشان تقدمها قربان للشيطان وانها خياطت بقها عشان تمنعها من الكلام نهائي وده لان دوريس لما كانت بتتكلم الشياطين بيبعدوا عن البيت وبعد ما خلصت دفنتها في قبو البيت عشان كده الحل الوحيد ليهم انهم يروحوا للقبو ويطلعوا الهيكل العظمي بتاع دوريس ويفكوا منه الخيط لانها هي الوحيدة اللي هتقدر توقف قرين الام عن اعمال الشر اللي هي بتعملها فبتغطاني عليهم بكلامها وبتروح تجمع صحابها وبيروحوا للبيت وهناك بيدخلوا للقبو وبيدوروا على الهيكل العظمي وفجأة بيظهر خيال اسود بيسحب تريفر في قوضة ظلمة فبيروح بيتر وراه عشان ينقذه ولكن الباب بيتقفل عليهم هم الاتنين ومش بتقدر لين تساعدهم فبتضطر لين انها تكمل بحث عن هيكل دوريس لحد ما فعلا بتوصله وبتحاول تفك الخيط اللي على بقها وفجأة بتلاقي قرين الام واقف وراها عشان تمنعها من فك الخيط فبتفكوا لين بسرعة وبيقوم قرين دوريس وبيصرخ بصوت عالي وبيخلي الام تختفي نهائي وبعدها بترجع لبيتها هيا وصحابها وبيكونوا فاكرين انهم كده خلصوا على الجن اللي مسيطر على لعبة ويجا ولكن بيتر اول ما بيدخل قطه بيلاقي دوريس قدامه وبتصرخ في وشه وبتخلي عينيه تتحاول للون الابيض وبقه بيتخيط وبيموت ولما بتعرف لين اللي حصل بتروح تتكلم مع بولينا اخت دوريس وبتعرفها ان لعنة ويجا لسه ما قلصتش وان للأسف الجن لسه عايش فبتقول لها بولينا خبر صادم انها خدعتهم البداية وان دوريس هي اللي شريرة وخليتهم يفك الخطل على بقها عشان يحرروها وطول الوقت ده الام هي اللي كانت بتحميهم وبتمنع قوة دوريس انها ترجع من تاني فبتتصدم لين وبتروح تتكلم مع الخدامة بتاعتها وبتحكي لها اللي حصل فبتقول لها الخدامة ان قارين دوريس مرتبط بلعبة ويجا وانهم لازم يحرقوها هي والهيكل العظمي بتاع دوريس وفعلا بتقتنع بكلامها وبتروح لبيت دوريس هي واختها سارة واناك بتتفاجئ ان حبيبها تريفر اتحول هو كمان وجن دوريس خلص عليه وسهاتها بتروح لين هي وصارة للقبو وده عشان ياخدوا الهيكل العظمي بتاع دوريس ويحرقوه بس فجأة بتظهر دوريس وبتسحب سارة للقوضة الظلمة وبتكون عاوزة تخلص عليها ولكن لين بتطلع لعبة ويجا عشان تشتتها وبتقول لها تعالي لعب معايا فبتروح دوريس تمسك ايديها وببصلها وبتحول عينيها لللون الابيض وده عشان تخلص عليها زي ما عملت في صحابها بس فجأة بيظهر قرين صاحبتها دبي وبتقدر تنقذها وبترجع عينيها زي ما كانت وساعتها بتستغل سارة للفرصة وبترمي الهيكل ولعبة ويجا في النار فبتصرخ دوريس وبتختفي نهائيا وبكده يكونوا تخلصوا من لعبة ويجا بعد ما خلصت على كل صحابهم وبعدها بيرجعوا للبيت وبعد فترة بتدخلين قضيتها وبتتفايق بالسهم بتعليق بتويجا موجود على المكتب بتاعها فبتبص على العدسة اللي فيه وبيبان كده انها شافت حاجة رعبتها وبيخلص الفيلم يا ريب بقى لو عجبك تقدر مجهودنا وتعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل ومتنساش تتابعنا كمان على فيسبوك وإنستجرام وتيك توك واشوفكم بقى على خير في فيلم تاني مع السلامة اشتركوا في القناة